ترجمة نانسي قنقر رؤية المدرسة اعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع انواع متحضر محافظة على اخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة قوانين التعلم عن بعض اذهب الى دورة المياه قبل البيت ابحث عن مكان هادئ اجلس جلسة صحيحة اطلب المساعدة لتشغيل الجهاز الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا غسل وطع قيم اليدي المحافظة على مسافة امنة يمنع مشاركة الطعام مع شخص اخر ويمنع مشاركة اي ادوات مع شخص اخر القيمة الشهرية لهذا الشهر الابتكار والقيمة الاسبوعية التطوع هيا بنعززتي الطالبة كيف يمكن تنصنيف هذه الاجسام الى مجموعتين نعم سوف نصنف هذه المجموعات الى مجموعة مواد مغناطيسية ومجموعة مواد غير مغناطيسية المفتاح الفلازي مغناطيسي والقرص النيكل والمسمار الحديدي اما المواد غير المغناطيسية مثل القط البطاقة البلاستيكية علبة المشروب الغازي لانها مصنوعة من الالمونيوم والقلم الرصاص الخشبي عنوان درسنا لهذا اليوم كيف استطيع ان استقصي المواد المغناطيسية وغير المغناطيسية الجزء الثاني اهداف الدرس الهدف الاول يصنف بعض الاشياء الى مواد مغناطيسية ومواد غير مغناطيسية النشاط رقم ثلاثة فلنفتح عزيزتي الطالبة الكتاب المدرسي صفحة 47 كيف يمكنني ان استخدم المغناطيس لأصنف اشياء اضافية موجودة في غرفة الصف سوف احتاج الى مغناطيس احرسي دائما عزيزتي الطالبة على عدم اسقاط المغناط على الارض واستخدامها بعناية لا اختبر شاشات الحواسيب مع المغناط اعمل مع ذميلي مثل الممحة والقلم والكتاب والمصطرة والمقص وعلبة الصمغ والان فلنصنف هذه المواد الى اشياء تنجذب واشياء لا تنجذب الممحة لا تنجذب والقلم لا ينجذب والكتاب لا ينجذب والمصطرة البلاستيكية لا تنجذب والمقص ينجذب وعلبة الصمغ لا تنجذب احسنت يا عزيزتي الطالبة اذا هل كانت غالبية الاشياء مغناطسية او غير مغناطسية فلنعود الى الجدول وندون اجاباتنا هل توصلت الى نتائج غير متوقعة هل كانت توقعتنا خطأ هل لاحظت اي عامل مشترك بين الاشياء المغناطسية وما الاستنتاجات التي يمكنني ان استخلصها من ملاحظاتي فلنتذكر معا ان الممحانة تنجذب والقلم لا ينجذب والكتاب والمصطرة والمقص ينجذب وعلبة السمغ لا تنجذب اذا عزيزتي الطالبة هل كانت غالبية الاشياء مغناطسية او غير مغناطسية غير مغناطسية هل توصلت الى نتائج غير متوقعة لا هل لاحظت اي عامل مشترك بين الاشياء المغناطسية انها تحتوي على الحديد اذا ما الاستنتاجات التي يمكنني ان استخلصها الاشياء الغير مغناطسية كانت اكثر من الاشياء المغناطسية نحدد المادة المستخدمة في صنع كل من هذه الاشياء فتحتمل ان تساعدني النتائج اذا كانت اجابتي غير صحيحة ولاحظ الاشياء مرة اخرى ما نوع المواد التي توصلت انها مغناطسية وما انواع المواد التي توصلت انها غير مغناطسية هل توصلت الى نتائج غير متوقعة وما الاستنتاجات من هذا النشاط فلنعود سنين عزيزتي الطالبة ونلاحظ الجدول مرة اخرى الممحة لا تنجذب والقلم والكتاب والمسترة وعلبة السمخة ايضا لا تنجذب اما الشيء الوحيد الذي انجذب هنا هو المقص اذا هيا لنا نجيب ما نوع المواد التي توصلت انها مغناطسية الحديد والفلاز والمواد الغير مغناطسية المواد التي لا تحتوي على الحديد هل توصلت الى نتائج غير متوقعة لا اذا ما الاستنتاجات التي استخلصناها من هذا النشاط ان الحديد والفلاز مواد مغناطسية اذا ماذا تعلمنا تعلمنا ان المواد المغناطسية تنجذب للمغناطس والمواد غير المغناطسية لا تنجذب للمغناطس من امثلة المواد المغناطسية الحديد والفلاز والمواد غير المغناطسية الجلد البلاستيك القطب الألمونيوم النحاس الفضة الذهب إذن الأشياء المصنوعة من الحديد والفلاذ تنجذب نحو المغناطيس أما الأشياء المصنوعة من البلاستيك والزجاج والخشم ومعظم المواد الأخرى لا تنجذب نحو المغناطيس وإن هل يلاحظي هذا السؤال أحسنتي عزيزتي الطالبة إذا لاحظنا قائمة هذه الأشياء أي من هذه الأشياء لا ينجذب للمغناطيس لقد أجدتي صندوق من الغرق المقوى بمتازة إذن لقد حققنا الهدف الأول والآن فلدينا الهدف الثاني يذكر أهمية المغانط في فرز النفايات على ماذا تدل هذه الصورة؟ نعم هذه الصورة تدل على فرز النفايات وما أهميتها؟ نعم حتى نستفيد من هذه المواد في إعادة تدويرها مرة أخرى ماذا تعتقد يحدث؟ ماذا يحدث لو لم يتم فرز أعدة تدوير النفايات؟ كما لاحظنا في هذه الصورة سوف تتراكم هذه النفايات ولن نستفيد منها مرة أخرى طيب كيف تستخدم المغانط في الفرز وإعادة التدوير؟ فلنشأ igila ارى سح reconانع لاحظنا مكتون اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا اذا ماذا تعلمنا يمكن استخدام المغانط في مراكز الفرز واعادة التدوير لفرز المواد الى مواد مغناطسية ومواد غير مغناطسية هيا نجيب على هذا السؤال احسنتي ولاحظ قائمة المواد الى التي يمكن ان توجد في النفايات اي مادة من هذه المواد يمكن استخراجها من النفايات باستخدام المغناطس لقد اجبتي ممتازة الكوبلت اذا لقد تم انجاز اهداف الدرس اذا يمكن تصنيف الاشياء بحسب خصائص المادة ويساعدنا استخدام المغانط عند تصنيف الاشياء الى فرز المواد المغناطسية والغير مغناطسية حيث ستنجزب الى المغناطس الاشياء المغناطسية فقط ولقد تم التعرف على المواد المغناطسية والغير مغناطسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احسنت يا عزتي الطالبة لقد لاحظنا الصورتين ما الذي سيحدث في الصورة الاولى؟ تنافر اما في الصورة الثانية؟ لا يحدث شيء سوف نستعين بصندوق المفردات لاشرح سبب حدوث ذلك المادة الغير مغناطسية لا تتنافر ولا تتجازب مع المغناطس لقد انتهى درسنا لهذا اليوم مع السلامة دمتم في حفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة